اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين تفخر بما حققته من إنجازات مشهودة في مجال التعليم خصوصا في توفير التعليم الجيد للجميع والعناية بالبنى التحتية التعليمية والحرص على تحقيق المؤشرات الدولية الخاصة بالإنجازات في مجال التعليم هذا وقد نوه الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر التعليمية في تحقيق الرسالة النبيلة للتعليم وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف الرابع والعشرين من يناير من كل عام الذي يحتفل به العالم للمرة السادسة منذ تخصيص هذا التاريخ يوما للتعليم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتا أن الوزارة تأخذ على عاتقها تطوير العملية التعليمية عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة التعليمية والتربوية سواء ذلك في المناهج وطرق التدريس أو في الأنظمة التقويمية أو في المرافق والبنى التحتية مذكرا بأن مملكة البحرين هي من أولى الدول في المنطقة التي أطلقت التعليم النظامي الذي مضى عليه أكثر من قرن من الزمن والذي كان له الأثر البالغ في تعليم المواطنين والمقيمين على أرض البحرين تبقى لأفضل المعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر